هنا بقى تيجي الحنكة السياسية بتاعة وزير زي عبدالله منع معمرة يا سلام ده مدرسة ده را عامل ايه بقى قالك انا هعمل هسيب الامر للنادي الاهلي لان اللي اصطقاله مش معقوله هصعب مجلس بحاله لا طبعا من الجمعية عمومية ما نجح تقومش اصعب واحد اتنين ما صعبش مجلس فقالك نستفتي على الثقة لو المجلس خد الثقة يبقى الكابت الوحش بقى ساعتها ايه يرجع من الاستقالة ويكمل رئيش نادي مع اللي هو عايشه فاتسحبت الثقة وانت قبل ما بتسحب الثقة بتتحسب طب لو اتسحبت الثقة هتعمل ايه لازم تجاهز للبديل طبعا فجاء الفكر ان احنا البديل يبقى يرجع الكابتن صالح معه مجموعة فلما جاء الكابتن صالح على لهم ولا واحد من اللي استقاله يرجع تاني يرجع معاي انا فاكر الكلام ده عشان ما يبقى الكوش مصلحة وكأنكم يعني تأمرتوا على رئيس النادي هو فكره سبق عصر لا دا ماله دمه قالهم يعني كده ايه يعني يبقى انتم استخدتوا عشان تساعتوه ترجعوا لا عشان ما تقالش انت أمت مؤامرة وهنا جاء قالهم عدلي ومبروك متولي وتمانية جداد تعرفت جبولي تمانية جداد فكان كلهم وكان المفروض ينزل معانا حسن مصطفى كان دكتور حسن بس هو كان فكر بطريقة تانية ما نزلش في اخي اللحظة طيب انت من اتنين وتسعين لتمانية وتسعين كنت مدير عام للنادي الاهلي الفضاء احكيلي على الفترة دي اللي كان في نادي الاهلي ما في محطات بتحصل في حياتك من اهم هزي المحطات ان انا منجحتش الدورة دي في الانتخابات لانه كنا سبعتاشر واحد اي انا فاكر ونزلنا وكان الكابتن صالح في الانتخابات قال يا جماعة ننزل قايمة مقفولة وسبعة يتنازلوا اللي حصل فيها دربة القايمة وبتاعه حاجات بك لا دي بعدين فهو فاحنا ستاشر واحد وفقه وواحد قال لانه نازل نازل فالكابتن صالح الداي ده مين بقى مش هقول لا اسمها طيب هقب كابتن صالح الداي فقال خلاص كلكم تنزلوا وانتم حرين مع بعض قلت له كابتن هننزل تحت شعار الاهلي فوق الجميع بدأت كلمة النادل قالها فوق جميع الحت يعني ايه يعني كلنا حنساعد بعض وينجح مننا وحنقول للناس كده خدوا عشرة من السبعتاشر دول وده اللي حصل وإحنا وكنا في الخيمة بتاعت الانتخابات وكنا بنقول هذا الكلام فطبعا القوايم بقى القديم مع الجديد كان فيه ناس جديدة نزلت وانا اصدربت قوايم وانا اصدربت قوايم وفايشلوني من قوايم وحطوني وهم ايه بقى حجتهم اننا عايزين عدلي مدير نادي اللي هو كان الكابتين صالح مقتنى ان انت تبقوا مدير نادي لا بس الكابتين صالح ماعرفش ايه باسدية حصل لما حصل البعد كده اه قالوا له معليش الكابتين ازاي يحصل في عدلي قال لهم احنا عايزين ويجي مدير نادي مدير نادي فجي قاعد معايا كانش بترتبة لا هم رتموها هما رتموه انما الكابتين صالح فمجيه حتى يفتحني قال لي عاد لي الزملاء مكلفيني اعرض عليك انك تبقى مديري النادي ده قبل الانتخابات لا بعد ايها بعد الانتخابات على طول خلاص بعم انا ما انجحتش عادت يومين في البيت فكلم المدام قال ليه خليه ينزل قعد بيعمل ايه في البيت انا فاك ويجي قابلني انا عايزه قال لي كده بقا قلت له الزملاء فبصلي باستغراب كده فقال لي قال الزملاء قلت له انا ما باجيش بالاغلبية يا كابتا انا باجي بالاجماع قال لي يعني ايه قلت له حضرتك رأيك ايه على طول كده اه والله كده راح داعك قال لي بالاجماع يا سيتي يلا طيب قعدت في فترة دي من 92 لحد 98 اتغير نظامك جديد في النادي الاهلي وبدأت حط نظم وحاجات تانية اضافة على اللي كان موجود عشان الطريق يمشي سالك ايه اهم المحطات وانت مدير عام النادي الاهلي حصلت ومشيين على حد هذه اللحظة هو كابتن صالح دخل قال لهم احنا اعضاء مجلسة يدارة في القوضة دي الكون جملة اللي بيبتدي بها بمعاية اه في متحدث رسمي عدل القيعي موفقين عليه قالولهم موفقين عليه اللي هم دير النادي مش عايز واحد يصرح تصريح مش عايز واحد يقعد مع اولاء امور ياخد منهم شكويهم مش عايز واحد يتدخل في دولاب العمل الوظيفي عاود كل حاجة في خانتها ورح واخد من ايدي لما اخدوا القرار كانت القوضة مكتوب عليها رئيس مجلس الادارة قال لي شين اللي يفطى دي حط مجلس الادارة رئيس مجلس الادارة مالوش اقول اللي هي القوضة كانت باعت امين بيه اللي هي اللي كانت تحت اللي تحت دي اللي كانت تحت مدير النادي اللي بقت مدير النادي ايما انا عارف وابتدينا نظام وازعم ان من 62 تحديدا من 92 ل96 العمل النموذجي اللي ما يخرش الميا في النادي الاحد وبعدين برضو مشينا كويس برضو شوية في 98 لحد 98 كان ابتدت بقى ان ايه كابتن صالح ربما ما ينزلش تاني حصل الدوش هدي وده كان ده اللي كان في دماغه يعني وكل ابتدى بقى لايه ناس تجاهل نفسها طيب هل كان كل رئيس مجلس إدارة بييجي كان لازم هو المدير مكتب التنفيذي ولا كان بالاختيار هل دي كان بسبب مشاكل لا رئيس النادي عمره مكان رئيس مكتب التنفيذ خالص؟ خالص دائما الوكيل توزيع المسئولات كده لانه وفيه حكمة هو المكتب التنفيذي بيدرس الامور على الارض الواقع ويطلع توصيات بالقرارات التي يجب اتخاذها في مجلس الإدارة فطبعا لو رئيس النادي هو رئيس مكتب التنفيذي تم التوصياته بقى قرار واخلصنا نعم فهو كان عايز دائما النادي يقولك خلينا احنا عشان لو فيه رأي مخالف للتوصية ما يبقاش فيه حرج انك بتكسر رأي رئيس النادي فدائما الرئيس النادي في العمل الاستراتيجي السياسي لا 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 وان المكتب التنفيذي في العمل اسمه تنفيذي ايو 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 اللي ساعد الاجهزة التنفيذية طيب كان ليك تجربة تاني كمدير نادي الجزيرة مدير عام نادي الجزيرة هلما رأت نادي الجزيرة لأيتي اختلاف في الوضع بالنسبة او المحمل اختلاف جزري 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 ده بقى وانا عدت سنة مقرافل ده جالك من ايه او تاني انا قاعد عشر شهور بالضبط رحمة الله عليه رمزي روجر رئيس النادي يعرض علي وانا اقولش اقولي ما فكرتش ما فكرتش اه رئيس بص الان نادي لأي اني نادي رياضي اجتماعي ام نادي الجزيرة اجتماعي نادي اجتماعي 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 يمارس الرياضة فعضو النادي طلباته ما بتخلاص ما فيش ساتيسفاكش ما فيش حاجة بترضيه ما فيش رضة ايو لان هم جايين بمنطق بس يدفع قليل واخد كل حاجة ايو كعادو النادي ايو كل حاجة دي كان مثلا النادي الاهلي في الوقت اللي هو بيأجر مطعمه نادي الجزيرة هو اللي بيدير المطعم ام فتبص لاخر سنة مطعم نادي الجزيرة خسرات خسرات بس لازم يقدم اعلى كواليتي اعلى كواليتي انا فيش حد يجي يشتغل بعد كده انت دي كان طول النهار مشاكل من هذا القبيل يعني زي دي انك تفرض نظام على ناس كل واحد فيهم تقيله في حتته جاي بيه اه ممنوع الركن هنا ممنوع السواق بتاعك يقعد في الحتة دي صعوبات بس في الاخر قدرت توصل يعني انت حاولت تطبق نظام النادي الاهلي في نادي الجزيرة بس تعبت في الاول والحمد لله في الاخر قدرت اصل الى نسبة كبيرة جدا والاهم بقناعة الاعضاء ما هي دي بقوا الاعضاء مقتنعين ان هو ده الصح ما هو الاعضاء ما اقتنعوش هتشوف اللمبة الحمر وكانوا بييجوا ماسا يحتاجوا يخرجوا من الاوضة مقتنعين اه طبعا لدي ثقافة كابتن اه ثقافة طيب احنا معنا تقرير لوحد انت اتعاملت معاه كان رئيس نادي الجزيرة سيادة المستشار عادل عبدالباقي كان رئيس النادي هو المستشار عادل الباقي كان رئيس اتحاد كورتالياد ده انا اميني السندوق تاما اتعاملت معاه بالصفة دي ومدير فرق قوية وبعدين في النادي الجزيرة النادي الجزيرة ده الواحده يعني والصفة الثالثة اللي محدش يعرفها اه انا كان رئيس اللجنة الثقافية سواء في النادي الجزيرة او في الروتري اه طبعا لحد مبارح انا كنت اضيف عنده في الروتري اشتركوا في القناة